اعلن وكيل وزارة الزراعة عبدالقادر تركاوي اتجاه وزارتي للتوسع في انتاج الارز بالبلاد لتغطية الاستهلاك المحلي وكان وكيل زراعتية تحدث بمحطة البحث الزراعية بولاية النيل الابيض ضمن احتفال الهيئة بيوم حقل اكثار تقاوى الارز بحضور والولاية النيل الابيض اللواء الركن حيدر على الطريفي وتوقع وكيل وزارة الزراعة الاتحادية ان يسهم انتاج البذور في زيادة الانتاجية وكشف عن ان الحاجة الفعلية لمحصول الارز بالسودان هي خمسين الف طن والانتاج المحلي يغطي خمسة بالمئة من حجم الطلب المحلي مؤكدا استمرار عمليات الشراكة لتطوير زراعة الارز مشيرا الى ان استراتيجية وزارة الزراعة في هذه الفترة هي مراجعة السياسات المتعلقة بالمشاريع الزراعية خاصة مشاريع النيل الابيض والعمل على تأهيلها الواحد سعيد جدا انه يعني حضر تدشين انتاج بذور الارز بولاية النيل الابيض وده طبعا يبشر بمستقبل باهر لانه الروس هو المحصول استراتيجي التاني بعد القمح عندنا في السودان وزارة الزراعي التحادية يعني سيبزل القصارى جهده بانه يطور هذا الانتاج المحتاج له وانحنا في السودان حوالي خمسين الف طن والان يمكن انتاجنا انها لا يساوي اكثر من خمسة في المية هذا هو اكد اللوان ربن حيدر علي الطريفي والولاية النيل الابيض المكلف اهتمام حكومته بمعالجة المعوقات التي تعترض زيادة المساحات الزراعية بالولاية عبر توفير التمويل وتكملة العمل في قنوات الري الخاصة بمشاريع النيل الابيض الزراعية بنحتفل اليوم بيوم اكسار تقاول الارز في هذه المحطة محطة الابحاث والذي نأمل انه تتطور وتصل الى مركز ابحاث اه الان اه دشنا للمحطة ويعني مرينا على المحصول المزروع وبيبشر بانتاجية كويسة جدا وبيبشر بانه الفزور ان شاء الله ستكون متوفرة في هذه الولاية